بإصرار يكرر مسؤولون الأتراك رغبتهم الشديدة في مشاركة قوات التحالف الدولي في معركة استعادة الموسى للمنتظرة التي اكتمل حشد الجيوش لها من أكثر من طرف وجهها حتى وصل تعداد من يحاصرون المدينة زهاء ستين ألف يستعدون للحظة الصفر لينقضوا على مسلحي داعش في المدينة ويقدروا عددهم بنحو أربعة آلاف تأكيد تركي يواجهه رفض عراقي لأي شكل من أشكال المشاركة التركية بل ودعوة لأنقرة لتسحب دون ما إبطاء كل جنودها شمالي العراق الذين تقولوا أنقرة أنهم هناك لضمان عدم حصول تغيير سكاني يضر بمصالح العراقيين التركمان على الخصوص أنقرة التي تدرك صعوبة تنفيذ رغبتها على أرض الواقع في ظل تصريحات أمريكية قالت أن أي مشاركة في معركة الموصل يجب أن تمر بموافقة بغداد تقول أن لديها خطة بديلة لكنها لم تفصح عنها للحديث عن هذا الموضوع معنا من واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مارك كيميت ومن اسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد قل وقبل الحوار نذكر فقط بأحدث التصريحات حول هذا الموضوع تصريح بداية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال بأن العراق لا يمكنه أن يحرر الموصل لوحده وأن هناك خطة تركية بديلة نستمع للرئيس أردوغان لن نسمح بأن تظل الموصل بأيدي داعش أو أي تنظيم إرهابي آخر يقولون إننا نحتاج لموافقة من الحكومة المركزية في بغداد لكن الواقع هو أن على الحكومة العراقية أن تحل مشاكلها الذاتية أولا لماذا تركتم داعش يدخل العراق؟ لماذا تركتموه يحتل الموصل؟ ولقد كان على وشك التوجه نحو بغداد نحن جاهزون لقتال داعش أو أي تنظيم إرهابي آخر بالتعاون مع قوة التحالف الدولي وليس من حق أي كان الحديث عن قاعدتنا العسكرية في بعشيقة الرد العراقي جاء على لسان رئيس البزراء حيدر لعبادي قبل نصف ساعة نستمع إليه لن نسمح للقوات التركية أن تشارك في عمليات تحرير موصل بأي شكل من الأشكال هم لم يشاركوا لا في التخطيط ولن يشتركوا في التنفيذ ولا في العمليات العسكرية هذا قرار العراقي بحث اللي يدعون خلي يدعون كيفهم إذا يردون يعبرون شعال خلي يعبروا على مكان ثاني ما يعبر على العراقيين وأنا أقول نحن حريصون على علاقات مع كل جيران بما فيها جارة تركيا ولكن هذا نوع من الدخول في صراع جديد لأننا نريد أن نفضي على داعش نحن في اللحظات الأخيرة نفضي على داعش ولهذا لم نسمح ولم نطلب من الجانب التركي بإرسال أي قوات إلى العراق فقط كان هناك طلب للتدريب وطلب لتزويننا بالأسلحة وصراحة حتى التدريب كان طلبنا للتدريب في داخل تركيا لقوات الشرطة العراقية ليس للجيش العراقي مو يأتي جيش استمعنا إذن إلى هذه التصريحات سابدأ من واشنطن هناك مساعد وزير الدفاع الأمريكي لأسبق مارك كيميت سيد كيميت بداية أي تدخل عسكري تركي في معركة الموصل هل سيؤثر سلبا على خطط التحرير الموضوع قبل كل شيء أنا لا أعتقد بأنه سيكون هناك تدخل من قبل الأتراك الرئيس إردوغان طبعا لديه قلق أظهره ولكن أعتقد بأنه ربما سيذهب بعيدا ويتدخل ويغزو دولة ذات سيادة مثل العراق بنفس الطريقة سيد العباد أيضا لن يهاجم قوات مثلا داخل في تركيا أعتقد بأنهما يحاربان أو بعضهما بالكلمات ولكن أشك كثيرا بأن ذلك سيحدث وأن الأتراك سيرسلون قوات ضد سي وينتهكون سيادة العراق طيب سيد محمد زاهد قل سؤال للتوضيح هل تريد تركيا وتصريحات السيد أردوغان بأن القوات التركية الموجودة في بعشيقة ستشارك في عملية تحرير الموصل أم القوات التي دربتها تركيا العراقية هي التي يريدها أن تشارك هناك ما دور القوات التركية في حديث الرئيس أردوغان هناك يعني الذي أعتقد أو الذي أراه بشكل عام كمراقب أن القوات الذين دربتهم تركيا هم المعنيون بالمشاركة وليست القوات التركية القوات التركية قوامها قرابة 600 مقاتل تقريبا وعفوا 600 جندي وهؤلاء ليسوا كلهم مقاتلين بعضهم جاء لمهمة التدريب العسكري بعضهم جاء لمهمة الحراسة والحماية في منطقة بعشيقة بسبب الهجمات التي كانت تتعرض لها من داعش بمعنى أنني أعتقد أن عدد المقاتلين ربما في هذه القاعدة لا يتجاوز عددهم المئة والمئة والخمسين في أفضل الظروف وبالتالي لا يمكن للمئة والخمسين حقيقة أن تقلب الموازين العسكرية المخططة لها من أجل معركة تحرير المصر وبالتالي لا يمكن الحديث عن مشاركة تركية فاعلة أصلا في معركة تحرير المصر حتى لما تم التوافق على كامل التفاصيل أعتقد أن المشاركة التركية في نقطتين رئيسيتين النقطة الأولى كما قلت وأسلفت مشاركة من تم تدريبهم وتحصيل حاصل بالمناسبة وخاصة عبر البشمرقة لأنه قرابة 5000 من البشمرقة تم تدريبهم على يد القوات المسلحة التركية وهم لا يشك أحد أو لا يختلف أحد بمشاركتهم عمليا في معركة تحرير الموصل وهم على خلاف أيضا مع مشاركة الحجد وهي نقطة يمكن أن يقال أن هناك خلافا عراقيا عراقيا في هذه الجزئية وتركيا ليست طرف فيها لكن تظهر تركيا دائما على أنها طرف في هذا الصراع الأمر الآخر هو البشمرقة العراقية العربية السنية التي تم تدريبها والتي ظهرت على فيديوهات وزير الدفاع العراقي عندما قام بزيارة بعشيقة والتي ظهرتها وكلت الأنظور خلال اليومين الماضيين هذه القوى هل ستشارك أم لن تشارك وتحت أي لواء أو أي راية ستشارك حتى هذه اللحظة يوجد هناك بعض ربما اللبس والخلاف في هذه الجزئية سيد مارك كيمت إذن نستبعد كما قلت أنت أيضا ضيفي من إسطنبول أن نكون هناك مشاركة فعلية للقوات التركية لكن لماذا واشنطن تنسق مع أنقرة في عمليات ضد داعش في سوريا ضمن التحالف لا نجد واشنطن متحمسة لأي دور تركي على الأرض في الموصل ألا يبدو هذا أنه موقف متناقض هنا من قبل واشنطن؟ لا لا أعتقد ذلك لأنني أؤمن بالحالتين وأعتقد بأن في الحالتين الولايات المتحدة وحلفاؤها الآخرون يعملون مع الحكومة التركية طبعا هناك شكل مختلف في سوريا حيث هناك جزء بالتحالف ضد داعش ويحاربون داعش هناك ولكن لهم لا يعترفون بشرعية حكومة الأسد وبعدة أشكال طبعا تركيا لا تحارب فقط داعش ولكنها تحارب أيضا حكومة الأسد أيضا وحينما نتحدث عن العراق فإن هناك دولة ووطن وحكومة والعراق كعاصمة هم حلفاؤنا ونحن نحارب معهم وننسق معهم وبالتشاور وبالدعم ومع حكومة بغداد ولكن طبعا كما قلت ضد داعش والجيش التركي هنا كما قلت ضد الحكومة السورية إذن السبب هو أنه لا يمكن مقارنة الحالتين لأن من هم حلفاؤنا هو الأمر هنا على المحك والفرق بين من هو عدونا ومن هو صديقنا سيد ماركيمت أيضا سؤال باختصار لو سمحت دور هذه القوات التي دربتها تركيا التي تابعة ربما لأثيل نجيفي هل هو محسوم في المعركة ضمن القوات قوات التحالف هل ستشارك فعلا سيسمح لها بالمشاركة ليس القوات التي دربتها تركيا نعم بطبع ليس لدي الخطط أنا ليس لدي الخطط طبعا هي عند رئيس الوزراء العبادي ولكن لو أن تلك قوات المحلية والتي طبعا ترتبط ببغداد وتكون مستعدة فأعتقد بأنها نعم ستشارك طيب سيد زاهد قل هل هناك أي احتمال لأن الحديث ليس فقط عن المشاركة في الموصل سيد أردغان شدد على موضوع تغيير هوية الموصل الحشد الشعبي حذر من أنه ربما يقوم بمجازر وموضوع تلعفر التركمانية إذا أصبح هناك بعد عملية تحرير الموصل أو أثناءها أي شيء يزعج تركيا من موضوع الحشد الشعبي أو التواجد التركماني حول الموصل ماذا سيكون موقف تركيا كيف ستتصرف والله لا أدري كيف ستتصرف لكن لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى المواجهة بطبيعة الحال وإن كانت معركة الموصل متى ستبدأ وكيف ستبدأ كل هذه النقاط أنا في قناعتي حتى الآن تحتاج إلى المزيد من التروي بمعنى أن الأطراف العراقية بحد ذاتها سواء أطراف البشمرقة وكذلك أطراف أخرى مشاركة في عملية الموصل لديها مشكلة مع الحجد وهذه نقطة أساسية تركيا بطبيعة الحال أنا في قناعتي تنظر إلى المسألة ببعد نسبيا استراتيجي بمعنى أن استباحة الموصل وتحريرها على الطريقة العراقية السابقة كما حصل في صلاح الدين وديالة سيجعل من الموصل ممرا آمنا بريا من الإيران إلى سوريا وهذه نقطة ستساقل بالموازين في سوريا يعني حتى هذه اللحظة لا يمكن القول أن هناك معبرا بريا أو خطا بريا يصل أفغانستان التي يأتي منها المقاتلون بجانب النظام السوري إلى سوريا إلا عبر المطارات لكن عبر البر هذا الطريق مغلق في الوقت الراهن الآن مع تحرير الموصل حقيقة من يد داعش فإننا نتحدث عن مساحة جغرافية واسعة للغاية بإمكان إيران وكذلك أطراف أخرى أن تستخدم هذا الطريق عمليا للوصول إلى الأراضي السورية وهي نقطة ستقلب الموازين في سوريا وربما ستجعل من تركيا مكشوفة الظهر في حرب ضد داعش داخل الأراضي السورية وبالتالي تركيا حقيقة تنظر أنا في قناعتي في هذه الجزئية ببعد استراتيجي وأيضا هناك وجود للبككي أصبح في منطقة سنجار هذه نقطة جديدة في المعادلة كنا نتحدث عن معسكر بعشيقة ومشروعيتها وعدم مشروعيتها ربما قبل سنة لكن الآن وجود بككي تحديدا في معسكر السنجار وهي تتحدث أنها ستشارك بشكل مباشر في معركة تحرير الموصل حلفاؤنا الأمريكان الذين لا تثق بهم أنقرة في الوقت الراهن تقول أنها لن تشارك لكن لا ندري كيف ستصير الأمور غرب نينوى أيضا هناك وجود للبككي هذه الأمور كلها تزعج حقيقة أنقرة في الوقت الراهن مما تجعل الأوراق مرتبكة أكثر في المنطقة ومما تجعل التحديات لتركيا أيضا أكبر طيب سيد ماك كيمت استمعت الآن هناك تحديات بالنسبة لتركيا موضوع مستقبل الموصل ما بعد داعش هو الذي يقلق أنقرة أكثر ولديها الحق لأنه داعش يذهب من الموصل الآن إلى سوريا سيتكدس ربما في شرق سوريا إيران ربما تستخدم هذه الطريق وبالتالي هل يوجد مخطط لدى دول التحالف لما بعد تحرير الموصل من داعش أم العملية فقط عسكرية أود أن نقول هنا ثلاثة أشياء الأمر الأول هو أن تركيا لديها قلق وهو مشروع قلق أمني فهم لا يريدون أن يروا داعش ينتقل إلى تركيا بعد أن يدفعوا من الموصل ويخرجوا منها ثانيا الموصل هي الهدف وتحرير الموصل سيتقوم به القوات الأمنية العراقية وطبعا كلها تعود إلى بغداد الموصل لا يجب أن تستغل كفرصة لتغيير الجغرافيا وتغيير المشاركة وحياة الناس في المنطقة وثالثا علينا أيضا أن نركز على أهم قضية هنا بعد تحرير موصل وليس هي الجانب العسكري ولكن الجانب الإنساني وجانب الإعمار وطبعا هذا حيوي حتى نضمن بأن الموصل كمدينة يمكن أن يعود إليها سكانها ويعود إلى ديارهم وتكون هناك حكومة مشروعة ودات شرعية ويمكن أن تعود الموصل إلى المكانها الذي كانت عليه في العالم قبل أن تسقط في يدي داعش عام 2014 باختصار سيد كيمت كيف قلت أن قلق تركيا مشروع كيف يمكن للتحالف أن يبدد القلق التركي مرة أخرى كما قلت هو بأن تركيا لديها قلق أمني مشروع بشأن حدودها لا يريدون أن يروا داعش تدخل في تركيا بعد أن تدفع خارج الموصل وأن أي دولة لديها تهديد على حدودها يجب أن تحمي حدودها وتركيا لديها الحق الشرعي في أن تحمي حدودها وداخل حدودها بالطبع سيد قل الوقت يدهمنا باختصار لو سمحت الآن في حال حصل هذه السيناريوهات يعيد نفس السؤال أن سيد أردغان يبدو يتحدث عن ضرورة التحرك على الأرض لأن هذا التهديد مهم هل ستنتظر تركيا داعش إذا ما حاول أن يدخل إلى سوريا أن يدخل إلى أراضيها هل لدى تركيا خطة هنا لكي تحمي نفسها يعني بشكل عام هناك يعني على الأقل في الإعلام حديث أن هناك تفكيرا لخطة عسكرية مشابهة لدرع الفرات أن تقع في الأراضي العراقية وفي منطقة شمال العراق في إطار مواجهة البككي تحديدا ومعسكرات البككي صحيح أن القوات المسلحة التركية قامت بمثل هذه العملية مرارا وتكرارا خلال الثلاثين سنة الماضية لكن يبدو أن هذه العملية التي يتم الحديث عنها في الوقت الراهن على الأقل إعلاميا مختلفة عن سابقاتها وستستهدف ابتداء البككي بطبيعة الحال ومواطن تواجدها في شمال العراق لكنها بطبيعة الحال ربما ستحدث نوع من أنواع الحزام الأمني الذي سيحمي أيضا خط الحدود التركية العراقية من أي خطر محتمل في هذا السياق سيد كيمت باختصار أيضا هروب داعش من الموصل إلى سوريا ألا يشكل مشكلة؟ يعني يبدو أنه الاستراتيجية هي لدفع داعش للهروب من الموصل إلى سوريا هل هناك خطة لمنعه من الهروب؟ أم أنه سيترك الباب أمامه؟ أهم خطة موجودة والتي لدى التحالف هي بأنه يجب أن نقلص حجم الخلافة طبعا الخلافة الآن اتسعت من الرقة إلى الموصل بين سوريا والعراق وما رأيناه خلال ثمانية أشهر الماضية بأن هذه الخلافة تقلصت أكثر فأكثر إلى مدينة الرقة أعتقد بأن التحالف سيكمل عمليته داخل سوريا من الجو وأيضا بالعمل مع القوات العراقية على الأرض حتى يقضوا على آخر معاقل داعش في الرقة سيد جول في أقل من دقيقة لو سمحت هنا يبدو أنه في تصريحات قوية من السيد أردوغان لكن هذه تفهم خطأا هل يتم توظيف هذا الفهم الخاطئ للتصريحات من أجل إيصال رسالة عن قلق تركيا لأن الكل يفهم أن تركيا ستشارك في المعركة أنا قلاعتي أن هذا الأمر غير ممكن وغير منطقي في إطار وجود التحالف الدولي في إطار وجود الحكومة العراقية لا يمكن تصور أن تركيا بجيشها ستدخل معركة الموصل وستقوم بهذا التحرير ربما لا تأجلت وتأخرت معركة الموصل إلى ما بعد تحرير الرقة وتركيا ساهمت في معركة تحرير الرقة يمكن الحديث وقتها وأنا ذاك والله عن مشاركة تركيا مباشرة لتحرير الموصل أما في ظل الظروف الراهنة وإذا ما بدأ حقيقة معركة تحرير الموصل قبل معركة تحرير الرقة فلا أعتقد أنه يوجد هناك ما يمكن تسميته بالتدخل التركي المباشر عبر البر تحديدا ربما يكون لها مشاركة بالتوافق مع التحالف الدولي عبر الطيران عبر المدفعية لكن أكثر من ذلك لا أتوقع وقوع ذلك شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والبحث السياسي محمد زاهد قل كان معنا من إسطنبول الشكر الجزيل أيضا لمساعد وزير الدفاع لأمريكي الأسبق مارك كيميت حدثنا من واشنطن